بسم الله الرحمن الرحيم تعريف النحو لغة واصطلاحة كلمة النحو لغة تطلق في اللغة العربية على عدة معاني منها القصد فيقال نحى ينحو الشيء وإليه أي مال إليه وقصده ومنها الجهة نقول ذهبت نحو فلان أي جهته ويقال نحى نحوه أي صار على إسره وقلده ومنها الشبه والمثل فيقال محمد نحو علي أي شبهه ومثله ويقال نحوت بصري إليه بمعنى صرفت وقد جمع بعضهم هذه المعاني في نظم فقال لنحو سبع معاني قد أتت لغة جمعتها ضمن بيت مفرد كملا قصد ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف فاحفظ المثلا وأظهر معاني النحو لغة وأكثرها تداولا هو القصد وهو الأقرب للمعنى الاصطلاحي ومن ذلك سمي علم النحو بهذا الاسم لأن المتكلم ينحو به منهاج كلام العرب ويقصده إفرادا وتركيبا وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك ترجمة نانسي قنقر